أهلا بكم متابعيني من كل مكان في قناتكم القناة الطبية المتنوعة ومعاكم دكتورة إيريني أبادير أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان والنهاردة عايزة أنبه عليكم تنبيه سريع سؤال بيتسئلني كتير في العيادة هو يا دكتورة لازم أركب طربوش بعد ما خلصت علاج العصب آه لازم تركب طربوش بعد علاج العصب طب لي يا دكتورة أركب الطربوش علشان الدرس بيبقى معرض للكسر بنسبة أكتر من 90% إنه ممكن يتكسر بعد علاج العصب فلاقي المريض يقولي طب ما أنا عامل علاج عصب مثلا في درس تاني أو ولية قريبة أو صحبي عامل علاج عصب ومركبش طربوش ودرسه ما تكسرش فأنا يعني بصراحة ببقى مش عارفة يعني أقوله إيه ممكن ربنا مثلا سطرها معاه ممكن حظه كده لكن النسبة المعتادة إنه هو نسبة عالية جدا الدرس بيتكسر بعد علاج العصب يتكسر إمتى السنة دي السنة الجاية بعد يومين بعد ثلاث يام يتكسر من حاجة نشفة يتكسر من حاجة طرية يتكسر بالطول وما نلحقهوش ونضطر نخلعه يتكسر حاجة بسيطة وتتصلح ونركب الطربوش عليه الله أعلم ولكن بيبقى طبعا نسبة الكسر عالية أوضح لكم السبب العلمي إن الدروس اللي معمول لها أو الأسنان اللي معمول لها علاج عصب ليه بتتكسر؟ ليه بتتكسر لإن أنا لما بعمل علاج العصب بشيل العصب اللي هو الفتلة البيضة دي اللي كلنا بنشوفها يعني بشيل الإحساس من الدرس وبشيل معاها الأوعية الدموية المغزية للدرس يعني ما بقاش فيه مصدر تغزية وترتيب ومية وتغزية للدرس يعني الدرس ده بقى عبارة عن إيه؟ زي تمثال جبس مفرغ من الداخل لا فيه إحساس ولا فيه تغزية ولا فيه ترتيب ولا فيه مية وصلاله بالتالي زي تمثال الجبس المفرغ لو أنا مسكت عصايا صغيرة وضربته هلاقيه كسر على طول هش من جوه نفس الكلام بالنسبة للدرس بيبقى هش وأي حاجة ممكن تكسره علشان كده بنصح أي حد يسمع الفيديو النهاردة يروح لدكتور الأسنان يشوف عامل إيه دروس علاج عصب حتى لو نسيها يبتدي يعمل أشعة وطبعا في الأشعة بتبين إيه هي الدروس أو الأسنان اللي معمول لها علاج عصب ولازم يغطيها بتربوش يحميها بتربوش عشان ما تتكسرشي وبعد كده ممكن الكسر ما ينفعش يتصلح ونضطر نخلع الدرس بعد ما عملنا فيه علاج عصب وجلسات وتعبنا وصرفنا فلوس وممكن نكون حطين له كمان مصمار أو بوستو كور فخسارة تعب ده كله فبنصح أي حد عامل علاج عصب لازم 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 تربوش أتمنى تكون الحلقة كانت بسيطة وفيها توعية واستفدتم منها شير للمعلومة عشان توصل لناس كتير وقناتي كمان تكبر وتتشاف أكتر ده برضو بيبسطني جدا وبيخلي القناة تكبر وده طبعا هدفي إن قناتي تكبر فأتمنى منكم الاشتراك والإعجاب والمشاركة ده مهم جدا مش هطول عليكم تمنياتي بدوام الصحة والعافية للجميع واشوفكم في القناة